مما أفرج عنهم من وثائق أصبح لدينا أدلة دامغة على حجم المؤامرة الكبرى على بلادي وعلى أمتي فلقد شاهد شاهدهم من أهلها تاقط القناع القناع الوهم وباتت على الملأ بانت تعورات الجواسيس والعملاء الذين باعوا الوطن وشاركوا كاكم بارس في 2011 وكعبيد الأسف في تدمير الوطن وتشبيد شعبة وبنها بصرواتي ومقدراتي ونحن عندما نقاضي هذه السيدة لن نعيد ما فقدناه من خيرة الرجال ولا نبني ما تم هدمه وإنما لتضحيح المصار وأعلن حقيقة حاولوا لسنوات طمسها سنطالب الاعتذار لشعبنا وأمبتنا عما لحق بها ولقد صبوا على رؤوس أهلنا عشرة ألاف من الصواريخ الضر والبحر والجو في أكبر حملة عسكرية بعد الحرب العالمية الثانية وهذا كلها موثقة وليس سرغا واليوم بعد عشر سنوات من البؤس والدمار يعاني شعبنا الجوع والتشرب والإرهاب وجرائم غير مسبوقة ومنفولة على الهواء أمام يعني إدارة الاصطراع ممنهجة وليست لإنقاذ ليبيا أو لشعبها أو لإنهاء هذه المشكلة ونحن طبعا في هذه المناسبة أدعو كل الحقيقيين والمنظمات حقوق الإنسان وأحرار العالم المساندة والدعم لكي لا يذهب المجرم بجرمه وأن لا تستمر هذه المأساة أو تتكرر في دول أخرى ولشعوب أخرى ولذلك نحن عندما نقوم بهذه الحملة أو هذه القضية برفعها أكيد سنجد مساندة كبيرة من كل الأحرار في العالم لدينا محامين أمريكيين لدينا أفارقة لدينا مجموعة من إحنا متواصلين من ذهب الزمن لرفع قضايا ولمحاكمة هؤلاء بالعكس طلبنا الأمير العام المتحدة في سطح تعقيق منذ زمن في كل ما حدث من جرائم من 2011 أثماء الحرب وتجاوز وحلف أطلسي وما فعله الأضياء هتترفع فين؟ محكمة الجنين دور؟ أمريكية طبعاً نعم في الولايات المتحدة الأمريكية ونحن كما قد لك سنطلبنا ونعيد بعد هذه المعلومات التي نضحت عن هذه البقيات والمراسلات التي صدرت وهذه رسمية لا يصدر أحد الطعم فيها لهم المتحدة تفتح تعقيق فيما جرى في 2011 كل هذه الأكاذيب التي تقوها الآن واضح تماماً وسبق من الأمانة حتى نكون ولا حتى نكون يستمع في ذلك الوقت رئيس أوباما قبل أن يخرج قال أكبر أخطائي كانت هو إسقاط النظام في ليبيا وكررها الفرنسي وكررها البريطاني إذن هذا الديناصور هو من أسقط النظام دون مبرر ليبيا كانت صمام أمان لمنطقة في البحر دوسر وشمال أفريقيا تحولت إلى خراب ويباد بسبب هؤلاء يوم زلنا نعاني كل صباح المشكلة ليس بين الليبيين بين ليبيا وليبيا وليس هناك خلاف بين الليبيين وليس هناك كما كانوا يدعون ثورة وإنما ثل من الجواسيس الذين يتربوا في الغرض وعملائهم جاءوا بهم ككمبرس في اللعبة الكبرى الذي أفخذ النظام ديناصور من كان تحت قدامه أكيد عبارة عن كومبرس وعبيد ومازالوا الأسف بعضهم يتحكم في رقاب الليبيين وأوصلون إلى الإظلام الكامل والجوع والفقر والتشرد باعوا ليبيا بثمن بخف من جراء ذلك ولذلك نحن نعيد أن نصحح ما حدث في 2011 نريد الشعب الليبي والعالم يعرف هذه المؤامرة على الأمة التي استهدفت العراق وسوريا واليمن ومصر لو لا نحمى الله وليبيا والحبل على الجرار ما زال هناك هذا المخطف الرهيب الذي ساقون إليه فأصبحت هذه الأمة المستهدفة ومهددة من المحيط إلى الخليج سيد أحمد كان مصطفى عبد الجريل في هذه المناسبة أدعو الأمة يعني أن هذا مخطط لتدميرها عليها أن تعمل برنامج اللي مواجهة هذا الأمم تتحدى العرب علينا أن نكون بمستوى التحدي اللي مواجهة هذا الأممم